مجددا نحييكم مستمعين الكرام شاهدين الكرام خلال راديو الرابع الموجة ميو 7.80 من اليمارات العربية المتحدة من أجمان ونتواصل معكم وأيضا نتواصل مع المزيد من الأخبار المحلية وهني جريدة الرؤية طبعا يبدأ مجلس أبوظبي للتعليم مطلع الشهر المقبل خطوات فعلية لمن خطر إدماء المقدرات عن ست مدارس حكومية عبر برنامج وطني تصدر التعاطي وترويج ويشمل أولياء الأمور فضلا عن الطلاب وفي حوار مع الرؤية أوضح مدير دارة الصحة في مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور بارك الدرمكي أن مداربي برنامج فواصل العالمي للوقاية من الإدمان سينفذون زيارات بيدانية لمدارس تمهيدا لتعميم البرنامج في المرحلة المقبلة وأكد أن المشروع لن يقتصر على الطلاب فقط إنما سيشمل أولياء الأمور والهيئة الإدرية والتدريسية لافتا لأن فريق العمل يقيم المحاضرات التوعوية حول كيفية اكتشاف المدمن من التصرفات أيضا جهود الدولة بمختلف جهاتها المختصة تسعى لتكريس فكرة إن الصحة العامة مسألة يجب أن يحرص عليها الجميع والاهتمام بها يعني الابتعاد عما طبعا يتعرضها من مخاطر ومنها الإدمان على ما يضر بها توجه بجلس أبوظبي للتعليم لغير مفاهيم الصحة المثالية بما في ذلك من أخاطر الإدمان نزاهم الله خير توقع طبعا توقع في البلدية دبي عقود عمل لسبوع المقبل مع 38 دلالا من المواطنين والخليجيين على أن يزاولوا عملهم بشكل فوري في سوق الأسماك الرئيس في الإمارة وضع رئيس مجلس دارة جمعية السادين في الإمارة سادة لواء محمد المري بأن هذه الخطوة من شأنها وضحت الاحتكال الأسيويين وسيطرت إمارة تجارة هذه السلعة الحاوية والتعاكم في أسعارها ولفت المرينا الجامعية والبلدية تفقتها لتخفيض نسبة العمولة الممنوحة من 5 إلى درهمين نصف المئة لتحقيق أو 2 نصف المئة عفوا لتحقيق أقصى هامش لربحية المواطنين وصف الرؤية للرؤية أن الدلالة طبعاً بالمطرقة الرئيسة التي يمكن بها كاسر احتكار اللوبي الأسيوي في سوق الأسماك وتعاكمي في الباية ووقت يوم الصيادين المواطنين ووقت يوم الصيادين المواطنين مشدداً على ضرورة أن يحمل المجلس والجمعية على عاتقهم مسؤولية الدلالة في أسوك لا أعتقد صعب أنك أنت مثلاً تشيل سيطرة الأسيويين عن سوق السمج خلاص لجأة القادمة أقوم 200 أقوم 200 سنة والله ما عندنا إجراءاتها اللي سمعنا عنها اللي بتتخذ إن شاء الله في سوق الشارجة ما شاء الله ولا سوق الذهب في بردال العالم اللهم لك الحم لشكر يعني شيء يشغل عند الطوابق والإفتاعات وحضان وأشياء وايد 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 أشياء الحمد لله في تطور في القدمات اللهم لك الحمد للشكر في كل شيء حمد لله حتى على طاري الحضانات بارحة يجزرنا طبعاً سيد سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي ولي عيد عجماني زال خير مسجد يبني مسجد طبعاً للشيخة آمنة الله يغافل له ويرحمه الشيخة آمنة معمار يبنون لمسجد هنا في منطقة مشيرف عجمان شارع الصفية مسجد كبير الحمد لله رب العالم من يساء 1800 مصلي ما شاء الله ففي قسم خاص أيضاً للنساء فالحديث يعني يجر بعضها على بعض المواضيع فتحدثنا عن وجود طبعاً تحدث الأخوان أحد الأخوان عن مطلب وجود يعني مشرفة أو مشرفات أكثر من وحدة يكونن في مسجد الحريم شو يصير في مسجد الحريم خاصة لمحالات الوضو يشتكون كثيرين متأة التبديل الله يكاربكم البامبرس ويأسخون ويبون الصغارية وكذا فشيخ عمار جاوب قال ما بنحتاج إلى هذا كله ليش قال في حضان صغيرون ومركز الألعاب داخل مسجد يومية الحريم يصلي ما يدخلون عيالهم يدونهم ما لألعاب في مشرفين على الألعاب موجودين مثل حضان صغيري يعني ألعاب وهذا حق الأطفال فالحمد لله رب العالم فيك شوف الأمور هاي دخلت الخدمات كله اللهم لك الحمد وشكر في السوق السماء في المساعد في كل مكان اللهم لك الحمد وشكر أيضاً هنا يقول لك وبعض الإجراءات الإخوان في إمارة الشارج قالوا بيتخذونه ما يتعلق بالإتجار في السماء وتعجير الدشيج ومزاولة بعض المهن لغير المواطن ممنوعة فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هذه أيضاً تفتش شوي شوي احتكار يعني لا سوين لهذه المهن ميرتصيد لأن الحن الآن الحن لين تنازل نعلم نحن لين أجر من الحكومة أنا أجر دتشي وأجر عليه إي أنا أجر دتشي مبلغ مقطوع يعني لا المفروض يعطونا خالص صاحب الآن الإجراءات اللي يصير في الشارج يمكن تحد من هذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تأمل دائماً تأمل خير دائماً تأمل خير الحمد لله في هذا البلد طيب وبلد الخير الحمد لله رب العالمي ومثل ما ذكر الشيخ السلطان الله يذكره بالخير قال الكل يسعى وما بقل كلام الشيخ السلطان لا هذا نحن نشوفه نحن نشوفه الشيء الكل يسعى لخدمة هذا الوطن من الرئيس يعني الشوخ كلهم الرئيس والشوخ كلهم إزاه الله خير إزاه الله خير الليل ونهار يركضون في خدمتنا اللهم لك الحمد للشكر اللهم لك الحمد للشكر أيضاً هنا الشيخ عبد الله بن زايد يبحث طبعاً نهيان وزير الخارجية في مكتب في الدواء العام للوزارة مع وزير السلامة العام الكندي فيك توز سبل تعزيز تعاون وتطوير علاقات ثنائية بين البلدين الصديقين أيضاً الشيخ عبد الله بن زايد من الوزير الخارجي الوزير الخارجي هذا الوزير المجتحد إزاه الله خير يعني من مسك وزارة الخارجية ما هي دالبان أغلب وقت مسافر كل في الطيارة من مكان للمكان من مكان للمكان أظن أن يحتى ثياب يبدلن في الطيارة الله يزيغير الله يوالي الصحي والسلام والآفية من الناس اللي يركضوا لنا يتحسين علاقات نوية الدول ومحادثات اللهم لك الحمد والشكر يعني هاي أمور مهمة ربعات أصلاً ما يتعلق في السياسة الخارجية اللهم لك الحمد والشكر الحصريين الناس يركضوا لنا اللهم لك الحمد والشكر الله يزيهم خير أيضاً اقتصادية الشارجة تؤكد عدم زيادة الأسعار التحذير من التلعب بفاتورة سطوانة الغاز هنا أيضاً 70% من الأولوفيات في أبوظبي أسيوية أسيوية داخلية تراجي حوال الدهس 12% على مستوى الدولة سوف أيضاً اليوم أسيوية لا سوف نعود الخبر الرياضي طبعاً الحدث الرياضي الذي حدث يوم أمس في إمارة أبوظبي من الحداث الرياضي مهمة طبعاً وهو بطولة أبو ظبي دولية الجواد العربي واللي كان طبعاً النصيب الأكبر أو نصيب الأسد طبعاً بتحقيق خاطرك طبعاً لمربط عجمان العائد لسيدة صاحب سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعمي وشيدة سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعمي ولي عد عجمان مساء أمس الأول ختام بطولة أبو ظبي دولية جمال الخيول العربية والتي جرت تحت رعاية سمو الشيخ منصول بن زايدان لها نائب رئيس المجلس والزراء وزير شؤون رئاسة ورظمتها جمعية الإمارات الخيول العربية على ميدان قفز الحواجز بنادي أبو ظبي الفروسية في الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري بمشاركة 425 خيلاً من دول الخليج والعالم العربي والعالم وتألقت قيول الإمارات بعد أن حققت الألقاب حيث توجه كل من عين جيم ورد مردان وإماندوريا وأسكيب بن أبرون وبالذهب من قيول مربط عجمان لسمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعمي ولي عد عجمان ليحقق لقاب هاتريك طبعاً كما فازت الأريام ليبة من أسطابلات الأريام العربية لسمو الشيخ حمدان بن زايدان نعمي ونجدية زبيل الشيخ سلطان بن محمد بن عبدالله من الآل ثاني وأيضاً هناك منيسوس لسمو الشيخ عامنة بد عبدالعزيز بن حميد بن راشد النعمي وكانت المنافسة طبعاً شديدة لأن خيول كثيرة من 425 وعلى مدى أربع أيام كانت تنافس قوي ولكن الحمد لله رب العالمين تحقق النصر كانت بطولة يعني مناجحة بكل المقاييس لا بكلام الأخوان المشاركين من الدول الخارجية والعربية والعالمية حلو الكاركاتير في عجبني الكاركاتير في مجلة في جريدة الرؤية كاشيخ لابس أكتب إعلانة طبعاً تحتسب إعلانات مضللة ومن فوق لابس بشت وغترة وعقال ونظارة بس حاطة فريم ومن تحت الفريم اللي داخل الفريم ما حلو واللي تحت الفريم كان دورة مرقعة مطرطرة ونعال طبجة شي وطبجة ما شي والبشت مطرطر وفي مكتوب شركة الكذة يعني هي شركة الشذابين بس هم مكابلين الكذة حطي لنقطين شركة الشذابين بس حلو الكاركاتير نشوف وين صار هارون خالي حول أيضاً نحل مثال في الأحضي لا يوجد شيء كذلك لا يوجد شيء اشتركوا في القناة 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 فسأل المطار الطائر قال الميزانية قال الميزانية سبعين مليار حضرنا الحكومة عشان الطرق يعني يا جماعة الخير يسألون لحركة سير المرور الحمد لله رب العالمي انت الان لوتي على الانجازات اللي تحققت فيما يتعلق بمجال البنية التحتية في المواصلات وخاصة المواصلات والشوارع وهذا يعني شو بقول لك ما ما بتحصل شراء الإمارات ما بتحصل شراء دبي ما بتحصل مستحيل أنا أتحداك تسير أي بلد في العالم تحصل شوارع مثل شوارع الموجودة في إمارة دبي أتحداك أمس نحن الله يغفل لك يرحم كالشيخ زايد أنا أول مرة في حياتي في نفق شيخ زايد أول مرة أدي الشعر فكرة جديدة هذا في مدينة أبوظبي أول مرة أشوف نفق بالجمال هذا ما فيه على هالمستوى ما فيه ما فيه لو تحوط الدنيا كلها مستوى نفق بالفعل يعني يليق بأسم الشيخ زايد الله يغفل لك يرحم اللي يديد اللي يفتدحوه شو طويل ما شاء الله فيه نفق وايد 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 طويل لا وجميل تحس أنك أنت يعني ترتاح نفسيا داخل نفق بعض البردان يوم تديش النفق ولا تضايق كل بلستر وخايس مع أنك يصير وبوايد يعني لو عزق كل بلستر وتشوفه مشابي فوق وهذا الحمد لله رب العالمين رسومات والدنيوات الآن طالح شارك الشيخ زايد كم مخرجي الآن فيه وكم جسر في شارك الشيخ زايد تروح هي بس في تبي كم جسر فيه الحمد لله وغير طرقات هذه الدولة تسعى وحكومة يزامر لغير في إمارة دبي سأسعى جاهد الحمد لله رب العالمين لإيجاة حلول عساس السهلول لحركات السير والمرول الحمد لله رب العالمين البلدان العالميين شارع ثمان حارات ما شيء شارع ثمان حارات ما في إلا عندنا نحن الحمد لله رب العالمين فالحمد لله فهذا كل ياطوي العمير يصب بالنهاية 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 فيه شوارع أنت تقدر تشير له أنت ما تبغي تسير شارع الاتحاد يا أخي إن شارع الاتحاد 24 ساعة زحمة يبون يخففون الضغط شوية على الشارع هذا لأنه صار ضغط كبير على شارع الاتحاد ضغط كبير يشهد زحمة 24 ساعة يعني يوم تيلا حتى حتى في الأوقات المتأخرة من الليل تلقي الشارع زحمة لأن الشارع الآن أنت تستخدم الطرق البديلة في طرق بديلة سر بالاقصيص سر شارع الاقصيص سر شارع الإمارات سر الشارع العابر ما في سالك تقدر تتخلم دون سالك ولكن إذا تبغي تتخلم منه يا أخي تدفع يعني على كل شيء بنشتكين حن الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر وقال�� د была دخلTom من أنك في دبيل تتممل كيف يتملي فلن تتشطة في دبيلcon دع تشتكي على أربع درهم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد للشكر. خلي على الله خالي ما يجيه الله يسليه. ما يبا يدون لدروب خالي غيره. ولكن الهدف من هذا كله. الهدف من هذا كله يسعادنا نحن. يعني هذا ولا يشكل نسبة بسيطة من الببالغ الكبير اللي يضخح حكومة بي. اللي تحسين الشوارع. الحمد لله رب العالمين تحسين حركة سير المور. الحمد لله يبدونه الغالي والنفيس. اللهم لك الحمد لله شكر عشان يسعدوني. الحين يركبوننا بواب الحين يحكمنا على شو. على وراء الله المشتعل. نتواصل معكم مستمعيني الكرام. بعد هذا الموجة زميل زهان صباح الخير زبا. أخبار جديدة شيء ولا؟ نفسي حكي. عيد اكسي بس 2013. واني واخد. معرضة ونتم ردي فهذا بشكل.